اشتركوا في القناة اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صلِّيت على آل إبراهيم وبارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيدٌ وسلِّم تسريماً أعوذ بالله من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسرٍ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصَوا بالحق وتواصَوا بالصبر ما بعد وجه الناس فإنها سورة مقصار السور قال الشافعي رضي الله عنه أنه لو لم يُنزل من القرآن إلا هي لكثة الناس وصح أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إلا تفرَّق منهم إذنان لم يتفرَّقا حتى يُصِي كلٌّ منهما صاحبه بتقوى الله عز وجل وقراءة هذه السورة وبالحق وبالصبر على الحق ذلك أن الله سبحانه وتعالى يُقسم على الإنسان على أن الإنسان من حيث هو إنسان ما هيَّة الإنسان فيه خسر وما منكم إلا ويعلم معنى الخسر والعزيب أن لفعل خسر تسع مصادر أن لفعل خسر تسع مصادر في العربية وجاء القرآن بهذا منها لأنه أدلُّها على الثُبوت والتمكُّن والعصر إن الإنسان من هذه اللام كل الإنسان في خسر لا يقرُس منهم إلا إذا حقَّق أربعة أمور إذا حقَّق الإيمان بالله وبرسوله وعمل صالحا وتواصى وصَّى ووصِّي بالحق ووصَّى غيره ووصَّاه غيره بالصبر أربعة أمور لا بد من تحقيقها والإيمان كما جاء في حديث جبريل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر والتوامن بالقدر فمن ابتغى الإيمان فليتأمل هذا الحديث وليجعل تأمله ودراسته ومطالعته والسؤاله عن هذا الحديث لا عن غيره هذه إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أراد الإيمان فليستجب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يحقق العمل الصالح والعمل الصالح لا بد أن يتوفر فيه سرطان لا بد فيه من الإخلاص لله عز وجل ولا بد فيه من متابعة محمد صلى الله عليه وسلم فإن توفر هذا للسرطان في عمل كان صالحا وإذا كان العمل صالحا فإن صاحبه عليه أن يطمئن إلى ذواب الله سبحانه وتعالى ووعده فإن الله لا يخلف الميعاد من عمل صالحا من ذكر وذوى ومؤمن فلنحجنه حياة طيبة هذا وعد من الله عز وجل لمن وفر السرطين في عمله أن يكون العمل لله وأن يكون موافقا لهدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى يقول أنا أغنياء عن الشرك من عمل عملا نسرك معي فيه غيري تركته وشركاه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فاتأملوا حين تعملون أتعملون لله أم لأغراض أخر أتطبقون هدي النبي صلى الله عليه وسلم أم تتبعون غير ذلك فمن أراد ذواب الله ومن أراد وعد الله ومن ردى لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بإبادة ربه أحدا كل طرق كل طرق مسدود إلا الطريق التي ترسم صاحبها طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم كل طرق مسدودة إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك لا بد من التواصي والتواصي هذا تفاعل لا بد أن توصي ولا بد أن توصى توصى بالحق والحق هو الله ذلك بأن الله هو الحق والحق في المناهج الإسلام الحق في المناهج والطرق الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين والحق في المناهج بالصنة من عمل أمالا ليس عليه أمرنا فهو رد فالإسلام ما تضمنه من مناهج وأحكام في الدنيا والآخرة في جميع الاتشاهات هو الحق وما لا بعد الحق إلا الضلال وليس بعد الإسلام حق وليس بعد الإسلام حق الحق هو الإسلام الحق هو اتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم فلا بد أن توصي بها ولا بد أن تستوصي من يوصيك بها هذا لا بد منه إن أردت أن تخرج من الخسر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والصبر الثبات على الحق الصبر على الحق والصبر عن الباطل والصبر عند المصائب ثلاث صبر على الحق وصبر عن الباطل وصبر على المصائب فمن وفاها كان من الصابرين الذين يوفيهم الله أجرهم بغير حساب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فتأملوا هدان الله وإياكم هذه الصورة فإن الشافعي وما يدراكم ما الشافعي إنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه آلم الأئمة الأربعة بلسان العرب لم يخالف في ذلك من أحد إنه واضع أصول الفقه والمصطلح فاستحق بذلك أن يكون إمام الأئمة يقول لو لم يُنزل على الناس إلا هذه الصراكة فتهم بسم الله الحمد لله ما بعد أيها الناس فإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أسبق الناس إلى امتذال أوامر الله وإلى ترسم خطى رسول الله فقد كان بعضهم يُصِّي بعضا فأختار لكم مصيَّة خير هذه الأمة بعد نبيها لخير الأمة من بعده أختار لكم مصيَّة أبي بكر رضي الله عنه لعمر وقد ذكر الصحابة واتفقوا على أن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر وأفضل الأمة بعد أبي بكر عمر وقال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم أختدوا باللهين من بعد أبي بكر وعمر وقال أشهد أني رسول الله وأبو بكر وعمر وكهيلاً ما دخلا معه وخرجا معه حتى إذا توفي عمر جاء علي رضي الله عنه جاء علي رضي الله عنه فإذا هو يقول إن كنت لموقناً أنك تدفن معهما كثيراً ما سمعنا ما قلنا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر حينما أغصى أبو بكر رضي الله عمر واستخلفه قال له إني مستخلفك من بعدي وموصيك بتقوى الله عز وجل وأن لله عملاً بالليل لا يقبله بالنهار وعملاً بالنهار لا يقبله بالليل وأنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة وإنه إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه ويوم القيامة بأخذهم بالحق في الدنيا وهق به عليهم بذق للحق عليهم في الدنيا وأخذهم به وحق لميزان لا يُرَّع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلاً وإنما خفت موازين من خفت موازينه ويوم القيامة بقفة الباطل عليهم في الدنيا وأخذهم به وحق لميزان لا يُرَّع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفاً وإنما خفت موازين من خفت موازينه ويوم القيامة بقفة الباطل عليهم في الدنيا وأخذهم به وحق لميزان لا يُرَّع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفاً إن الله ذكر أهل النار فذكرهم بأسوأ أعمالهم ولم يذكر من حسناتهم فإذا ذكرتهم قلت إني أرجو أن لا أكون من هؤلاء وذكر أهل الجنة فذكر أحسن أعمالهم ولم يذكر من سجيئاتهم فإذا ذكرتهم قلت إني أخشى إني أخاف أن لا أكون من هؤلاء وقرن آية الرحمة بآية العذاب ليكون العبد راغباً راهباً ولا يتمنى على الله إلا الحق ولا يلقي بنفسه للتهلكة هذه وصية إياك فإن حفظتها فلا يكون أن غائب أحب إليك من الموت وهو آتيك وإن ضجعتها فلا يكون أن غائب أبرض إليك من الموت ولست بمعجز الله اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آله وصحبِه اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيدٌ واسلِّم تسريماً اللهم نسألُك العافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم اهدِنا سبُل السلام واخرِجنا من الظلمات إلى النور وجنِّ من الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم نسألُك يا رب العالمين أن تهدي جنا سبُل السلام تُخِجنا من الظلمات إلى النور وتجنِّ من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجمعنا على الحق الذي يرضِيك اللهم اجمعنا على الحق الذي يرضِيك اللهم نسألُك يا رب العالمين أن تُعزَّ الإسلام والمسلمين وأن تُذِلَّ الشرك والمشركين اللهم إِنَّا نسألُك أن تكون للمسلمين وليًّا ونصيرًا حيثُ حلُّوا اللهم اجمعنا على الحق الذي يرضِيك اللهم نسألُك يا رب العالمين أن تُعزَّ الإسلام والمسلمين وأن تُذِلَّ الشرك والمشركين وأن تَذْفَى عن أرضنا وعن جميع بلاد المسلمين الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أعطي أنفسنا تقوها وزكِّها تخير من زكَّاها أنت وليُّها ومولاها اللهم إنك تعلم حوائزنا فاقضِها وتعلم أمر أرضنا فاسفها تعلم عيوبنا فاسفرها اللهم اغفر لنا ما بيننا وبينك وتحمَّل عنا ما بيننا وبين خلقك اللهم إنا نسألك من خير ما أسألك أنه نبيك ورسلك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك أن ما استعال منه نبيك ورسلك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقِنَى على بنار اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيدٌ وسليم تسليما سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلامٌ على المرسلين والحمد لله رب العالمين